صورة زهرة عندكم? سلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم شباب معكم حنان حنفي محمود مركز تطوير التكنولوجيا بالاسكندرية يا ريت لعندهم مايك مفتوح يقفلوا يا شباب تبتزي كلامنا دلوقتي صورة واضحة عندكم نبتدي كلامنا دلوقتي عن باوربوينت 2019 هنبدأ ان ان شاء الله النهاردة نتكلم عن اهم حاجة مسابقتنا طبعا اللي احنا كلنا مشتركين فيها فبحيس ان احنا اهم حاجة نحاول ان احنا نركز في كل حاجة بتتقال كل التفاصيل اللي هنتكلم فيها عشان كل حاجة هنقولها هيبقى عليها سؤال في اسئلة الاختبارات اللي ان شاء الله تحققوا فيها اعلى سكور كده باذن الله ونوصل العالميا ان شاء الله شباب اسكندرية تمام فحنبدأ طبعا باوربوينت دلوقتي 2019 مجموعة اللي هتشترك معانا فيه طبعا انا شايفة المجموعة الحضور معايا حلو كويس لعدد جميل فنركز مع بعض اللي حابب يطبق معايا يا ريت طبعا نجيب كده نبدأ في الجهاز ونطبق مع بعض خطوة خطوة بحيس اللي فاهم يأكد معلومته واللي عنده حاجة عايز يسأل فيها نبتدي نسأل لما نبتدي الجزء اللي مش واضح طبعا حساب لكم فرصة تسأله فيه تمام احنا هنبتدي دلوقتي عندي باوربوينت طبعا القوائم اللي فوق دي كلنا شايفينها القوائم دي هي حيبقى شغلنا كل اللي كله عليها قائم لفوق فايل هوم انسرت درو ديزاين ترانزيشن وانيميشن والسلايد شو ماشي والريكورد ريفيو فيو الهيلب اي قائمة جديدة واي تبويب احنا بنزوده بيجي بعد الهيلب ده احنا هنبتدي دلوقتي نتكلم عن اول حاجة عندي قائمة هوم كويس هنبتدي نتكلم في قائمة هوم قائمة هوم اللي فيها كل الاجزاء اللي عندي الجزء اللي بيبقى متاكتف بيبقى ممكن اشتغل عليه طبعا الحاجة هنا فونت دي مش متاكتفة لان احنا لسه ما عندناش حاجة عملي لها سيليكشن او هنقدر نشتغل عليها بتظهر معي حاجة حاجة لما اشتغل عليها يعني بصوا مجرد ان انا عملت سيليكت على اي تكست بوكس كده بيظهر عندي كل التبويبات بتبقى متاكتفة كده وبقدر اشتغل بيها طيب انا هتكلم عن قائمة هوم طبعا فيه كلام كتير عن قائمة فايل هبقى اوضحه لكم ان شاء الله جزء جزء كده لما نبقى ندخنه في الشغل بتاعنا ناخد قائمة هوم نبدأ بيها اول حاجة اول حاجة بقائمة هوم اللي هنحتاجها وبتيجي عليها اسئلة كتير نبدأ بنيو سلايد نو سلايد نو سلايد احنا عارفين طبعا البرزنتيشن بتاعنا في الباور بوينت بيبقى عبارة عن شرائح او سلايدز شرائح كل شريحة بيبقى لها اسم او كل شريحة بنبقى لها اهي في الجناب هنا في الجنب هنا احنا شايفين كل السلايدز اللي احنا بنتكلم عليهم اولا ممكن اكبرهم وصغرهم كده كبروا شوية انا بصغر وبكبر هنا السهم ده كده بضم كده بكبر وبصغر مش عشان بس اللي عايز يعرف يوسع جزء اليمين والشمال بيبقى ازاي السهم هو بكبر وصغر طيب انا عايزة هنا اعمل نيو سلايد انا عندي مجموعة من الشرائح انا عايزة اعمل نيو سلايد شريحة جديدة بفتح في سهم صغير كده الجزء ده كله اسمه سلايدز العنوان بتاعي بيبقى تحت هنا سلايدز نيو سلايدز يعني شريحة جديدة شريحة جديدة انا بفتح كده وباختار الاوفيس سيم سيم بتاعها السيم بتاعها هنا شكل الشريحة اهو الشريحة بتاعتي انا مثلا عايزة تايتل سلايد شريحة عنوان شريحة عنوان دي بتبقى ببدأ بيها اهو انا كده ضفت هنا title slide اهي اللي قدامنا البيضة دي اللي انا شايفها قدامه دي كده new slide انا عندي طبعا كل slide لها عنوان دي title slide title and content يعني عنوان ومعا محتوى دي title بس عنوان بس دي عنوان وفيها محتوى محتوى يعني انا ممكن اهي لو ضفت صليت اهي click to add title هنا انا ممكن اضيف title احط لها عنوان لو ضفت عليها كده هبدأ اكتب عنوان للشريحة مثلا اكتب المسابقة المسابقة الطلابية الطلابية 20 22 انا كده كتبت المسابقة الطلابية في العنوان وجوه بقى عندي هنا ممكن اعمل عندي حاجات كتير جدا جدا جوا السلايد لو انا حطيت الماوس على واحدة واحدة حيديني كده تلميحات ان انا ممكن insert او ادخل table جدول وبعدين ممكن insert short ادخل short رسم عمدة او short اضيفه للسلايد وهنا التلميحات دي كلها insert smart art graphic وكل الحاجات دي احنا هنشرحها بالتفصيل لما نجد اخد قيمة insert الحاجات دي ممكن اعملها من التبويبات اللي عندي ان انا اضيف للشريحة وممكن اعملها من هنا من عندي هنا كده في insert image وفيديو لو واضح عندي هنا التلميحات بيبطلع عندي مكتوب insert video وبيطلع عندي insert an icon كل دي من قيمة insert ممكن ادخلهم في السلايد يبقى انا كده كنت بتكلم تاني عن ال new slide اضافة شريحة اضافة شريحة بفتح وبختار نوع الشريحة كل دي انواع عندي انا ممكن اخد واحدة فضية خالص اهي blank فضية دي كلها شرائح انا بضيفها من جزء اللي خاص باضافة شرائح اللي هو new slide ودي مهمة وبتيجي عندي في الاخر هنا في اخر ال new slide انا عندي ثلاث اقصائي عندي duplicate selected slides duplicate يعني ان انا اعمل لها duplicate تبقى واحدة ثانية زيها وايس تبقى واحدة يعني يبقى فيه اتنين نفس الشكل انا لو دست على دي هيعمل لي duplicate يعني مثلا انا هاخد واحدة اهي slide اهي دي اللي اللي عندي انا دي هادوس عليها وحعمل لها duplicate duplicate يعني انا هكررها لو عملت duplicate هي اتكررت لو شايفين معايا بقوا شريحتين نفس الشكل واحدة هي وواحدة هي الاتنين نفس الشكل انا كده عملت لها duplicate يعني كررت الشريحة تمام فيه عندي slides from outline انا لو عندي شريحة عايزة ادخلها من على او اي شريحة او اي مستند اي حاجة عايزة ادخله من على الجهاز من عندي بدوس على slides from outline انا لو دست عليها بصوا فتح لي الجهاز بتاعي فتح لي الجهاز بتاعي اهو اي صورة حبيت اضيفها او اي حاجة انا عايزة اضيف اي حاجة من الجهاز بتاعي بدخلها هنا وبضيف انا عندي document مثلا اهو document one انا لو حبي اضيفه هدوس عليه هينزل اسمه هنا وبعمل insert مجرد ان انا ضفت insert او دست insert هيضاف عندي في الشريحة اللي انا معلم عليها كويس يبقى احنا هنا بنتكلم برضو لسه عن في الجزء اللي فيه خاص ب new slide هنا اخدت duplicate slide واخدت from outline لو حبيت اضيف اي جزء من الجهاز من عندي طيب عندي حاجة تانية في reuse slides reuse اعادة استخدام شريحة اخرى او شريحة اخرى reuse slides موجودة هنا reuse slides مكتوب جنبها search power point files for slides to reuse يعني انا عندي فيه power point اخر على الجهاز وانا عايزة ااخد منه slides او اتنين اضيفهم على ال power point اللي انا شغالة فيه ده هقولها تاني انا يعني ايه reuse slides انا مثلا لو عندي اتنين power point عاملة واحد مثلا لمادة معينة لمادة اللغة العربية واحد لمادة الدراسات الاجتماعية او اي مادة تانية بحتاجة رسمة او محتاجة حاجة من presentation انا عاملة ادخله في presentation تاني او محتاجة صورة فبعمل reuse slides reuse slides موجودة هنا عندي بجيبها من new slides new slides في اخر جزء تحت مكتوب فيها reuse slides وبجيبها منين تاني من هنا اللي جنب new slides اسمها reuse slides نفس الجزء فانا لو دست على reuse slides دي فتح لي كل presentation اللي عندي اللي انا ممكن استعين بيها اهو فتح لي كل دي presentation عندي موجودة على الجهاز دي موجودة على الجهاز طيب انا عايزة من presentation ده عايزة من presentation ده تمام ده عايزة اروح حط علامة او اعمل selection عليها وعايزة انا عايزة مثلا presentation ده احافتحوا اهو فيه slides واحد اتنين تلاتة انا لو عايزةهم كلهم لو عايزةهم كلهم عندي فوق هنا اللي عليها الماوس دي مكتوب insert all انا هدخلهم كلهم هاخد كل slides بتاعت presentation ده طب انا مش عايزةهم كلهم انا مثلا عايزة واحدة معينة انا عايزة مثلا دي كويس لو انا اخترت slide 3 دي مكتوب تحتها هنا insert slide ده خلي دي هاتلي دي هاتلي دي فانا بروح ادوس عليها insert slides لقيتها نزلت اهي لقيتها نزلت عندي جوة presentation اللي انا اشغال فيه الشريحة دي طبعا انا لو محتاجة اي حاجة تاني بعلم على ال slides اللي انا عايزاها كويس وبلاقيها نزلة عندي اهي انا محتاجة دي كمان تاني اي انا خدت كمان الشريحة دي خدت اتنينهم خدت اتنين شريحتين من presentation اللي انا شغالة اللي عندي موجودة على الجهاز واضفتهم على اللي انا شغالة فيه كويس يبقى انا كده عملت reuse slides اعادة slides اخدت من presentation واضفت presentation اللي انا شغالة فيه تمام يبقى انا كده عرفت يعني ايه reuse slides عرفت يعني reuse slides خلاص كده اخدتهم دول ودخلتهم عندي على presentation اللي انا شغالة فيه طبعا لو انا مش محتاجاهم تاني طب اعمل ايه خلاص انا مش عايزاهم مثلا طلعوا غلط في اي مشكلة حصلت في انا حاجة على slides دي وادوس بس هعمل click يمين وحنزل على حاجة اسمها delete slides ناخد بالنا من الجزء ده عشان مهم وفي سؤال delete slides طب انا مش محتاجاها فدوست على delete slides اتنسحت خلاص مش عايزاها طب ودي كمان انا مش عايزاها اهي نفس الكلام click يمين اقف على ال slides نفسها click يمين وادوس على ايه delete slides اهي كمان كده delete انا شلتها خلاص مش محتاجاها تمام يبقى احنا كده اتكلمنا عن new slides واضفنا عارفنا ازاي نضيف slides شكلها ايه واخدنا reuse slides دخلنا شرائح من presentation عندي من موجودة عندي على الجهاز لpresentation انا شغالة فيه تمام طيب يبقى كده لغاية هنا انا اخدت جزءين من اول حاجة اللي هي اسمها slides طيب انا هاخد بعد كده layout layout slide يعني تخطيط شريحة دي بدخلها يا اما من layout هنا وفي سؤال بيقول لي add layout وبيديني اسمه بيديني layout layout اسمه يا اما two content يعني اتنين content كده محتوى اتنين محتوى انا لو دست عليها كده هلا ايه هي غيرت layout بتاعها هي كانت content واحد هرجعها لك تاني عشان نتأكد كده انا دست رجعت دي دي content واحد دي عنوانه عنوان شريحة واقفة بدي عنوان title و content محتوى واحدة هو طب انا عايزة اغير الشكل بتاع الشريحة دي هاروح رايحة على layout رايحة على layout ماشي وحاخد ده two content انا لو دست عليه هيغير لي اهو غير لي المحتوى بتاع دي خليها اتنين content اورى هالكو في شريحة عليها محتوى عشان تبقى بينه اكتر ناخد الشريحة بتاعة مكتبت اسكندرية اهي دي مثلا هعمل عليها كده الشريحة دي وهروح على layout دي content واحد انا عايزها دي two content اهي بقت two content ادي بقت اتنينة content هنا محتوى هنا ومحتوى هنا ممكن ادخل فيه حاجة تانية بدل الصورة واحدة انا ممكن ادخل صورة تانية جنبها تمام يبقى انا كده غيرت layout اللي هو تخطيط الشريحة غيرت layout بتاعها تخطيط الشريحة تمام يبقى احنا كده غيرنا تخطيط الشريحة انا عايزة ارجعها تاني هادوس على استهمل فوق ويرجع تاني اي بقت واحدة بقت content واحد محتوى واحد تمام يبقى احنا هنا واضحة الدنيا كده يا شباب ولا ايه الاخبار عشان عايزة انقل على نقطة التانية اللي هي section add section add section ميسو والحاجات دي مسجلة ميسو والحاجات دي مسجلة ميسو والحاجات دي مسجلة نعم الشرح مسجل ايوه الشرح مسجل ايوه الشرح مسجل المحاضرة متسجلة telegram ولا في اي حاجة قلت لحضرتك ان شاء الله هتترفع على قلت لحضرتك قلت هناك ومبعتيش ما عندكش ايه انا مش في الجروبات بس دي لسه اول محاضرة لا احنا هنرفعها على صوحة مركز التطوير ان شاء الله وحيبقى كل المحاضرات موجودة معاكم متقلقوش من الجزء دي خالص شكرا يا ميسو تمام يا شباب في اي سؤال لغاية هنا مكمل ايه هو في الى صفحة التطوير عبعتلكم اللينك بتاعها على الجروب بتاع التليجرام ايه اوكي تمام انا مش في التليجرام بقولها انا مش موجودها في جروب الواتسط اه هو ازرق اللي هو صاحب السورة الزرق طب انت اسمك ايه اسمك اشرف خلاص هن لو اه دلوقتي لو عندك تشات ابعت فيه او دلوقتي هن هتديك رقم موبايل او هتديك اي رقم تتواصل بي معنا عشان نبعتلك الجروب لينك الصفحة بتاع المركز تطوير ان شاء الله اه تمام بغاية هنا في حاجة مش واضحة شباب نكمل ميسمع ليش هو انا احنا اتكلمنا عن اول جزء اللي هو اللي سلايدز اخدنا نيو سلايدز وريوز سلايدز وعرفنا يعني ايه اعادة استخدام اللي قوت اقوله ثاني طيب اللي قوت اهو احنا بنتكلم عن اللي قوت يعني عن تخطيط الشريحة شكل الشريحة الشريحة ممكن احط فيها محتوى قد ايه ممكن احط فيها ايه كويس يعني مثلا احنا عندنا ممكن شريحة تاخد صورة واحدة ممكن شريحة تاخد اكتر من صورة يعني مثلا انا عندي هنا ادي شريحة كده التخطيط بتاع الشريحة دي اللي هو عنوان ده عنوان وصورة تحته ده التخطيط بتاعها طيب في حاجات تانية احنا ممكن تاخد اكتر من شكل يعني تاخد اكتر من حاجة فبيبقى التخطيط بتاعنا ناخد عن ليه او ده حنلاقي مثلا لو انا جبتلكوا ليه او اسمه بيكتر يعني هنا دي عندي التخطيط ده اتغير التخطيط ده بقى فيه عندي بيكتر اهي صورة وعليها بوكس جنبها ممكن ادخل فيه صورة تانية ادخل فيه تكست ادخل فيه اي حاجة ده تخطيط الشريحة يعني انا ممكن لو عندي اي حاجة عايز اعملها اكتبها زيادة اغير تخطيط الشريحة اعملها شكل تاني واضيف اللي انا عايزة فيها ده اسمه اللي اوت وده بيجي منين من الجزء اللي مكتوب عليه اول واحدة فوق اسمها اللي اوت ده اشكال الشريح اللي عندي ده اللي اوت طيب فيه عندي سيكشن سيكشن ده جزء مهم جدا وبيجي عليه اسئلة كتير قوي في الامتحان سيكشن يعني ايه انا دلوقتي عندي كم شريحة مثلا انا بعرف عددهم منين اهو كل واحدة عليها رقمها دي اتنين وعشرين دي تلاتة وعشرين كل واحدة من دون كل شريحة عليها رقمها الشريح دي كلها عليها رقمها طيب انا عايزة مثلا امسك مجموعة من الشرايح مجموعة من الشرايح احطة لها عنوان معين السريحة دي اسمها كليطة العالم رقمها كما يعرف خريطة العالم دي انا عايزة اعمل السكشن للخرجزء ده من 16 ل 18 السكشن يعني جزء معين يضم مجموعة من الشرايح لوحدها جزء يضم مجموعة من الشرايح فأنا هاجي على الشريحة اللي أنا عايز أعمل من عندها سكشن وادوس فوقها كده مسلاً عايزة سكشن من عند الشريحة رقم خمسة هاجي عند الشريحة رقم خمسة واروح هنا أقف فوق الشريحة وادوس كده فوقها على طول وهروح عند سكشن وادوس أول اختيار add section add section حيبدأ لي يديني ايه هنا؟ بيقول لي rename section سمي السكشن اللي أنا عايزة أنا عايزة أسمي السكشن ده هادوس عليه كده وححط له اسم مثلاً أنا عايزة أسميه خريطة العالم السكشن ده أنا عايزة أسميه خريطة العالم مثلاً rename كده أدوس على rename عشان يبدأ أحط له اسم خريطة العالم السكشن ده سميته خريطة العالم وادوس على rename خلاص اتسمى اهو مثلاً أنا اهو شايفينه جهة شايفينه يا شباب على جنبه هو مكتوب خريطة العالم مكتوب خريطة العالم نروح عند سكشن تاني مثلاً السكشن ده هنا ونسمي السكشن ده مثلاً الإسكندرية هنا فوق السكشن ونحط نروح على سكشن add سكشن وأسمي الإسكندرية أنا أضافت اتنين سكشن أضافت اتنين سكشن سميت واحد خريطة العالم وسميت التاني سكشن درية طيب أنا هنا عندي اتنين سكشن طيب أنا عايزة أغير الأسامي بتاعتهم الاسم مش عجبني الاسم اللي أنا سميته فأنا هدوس على rename سكشن لو جبت rename سكشن هيجيب لي سكشن اللي اسم سكشن ولو حب أغير اسم هغيره مش حابة هدوس cancel وخلاص على كده أنا عجبني الاسم ده طيب ده بالنسبة للسكشن تمام طيب احنا دلوقتي هنا remove سكشن أنا خلاص مش عايزة أعمل سكشن للجزء ده وعايزة أعمل remove أشيل السكشن ده السكشن الأخير اللي أنا عملته هدوس على remove سكشن يعني امسح أو الغي سكشن remove سكشن تمام شيلته خلاص أنا طيب remove all سكشن أنا لو عايزة أشيل كل السكشن اللي أنا عملاهم هدوس على remove all سكشن أنا كده شيلت أي سكشن موجود في البرزنتيشن بتاعي كله أي سكشن أنا أنت حطها في البرزنتيشن شيلته تمام يبقى احنا كده عارفنا خلاص ما بقاش في أي حاجة متأكتفة عندي لأن أنا شلت كل السكشن يبقى أنا عندي add section بحط من هنا واختار السكشن ده واسميه وبعد كده أدوس rename وادوس عليها كده أنا حطت section يعني ايه section يعني أنا جمعت مجموعة من الشرائح وحطت لهم اسم معين عن موضوع خاص بيهم عملت لهم section من 1 ل 10 أنا كده خدت section أجي عندي من 1 لعشرة دول سمش section 1 أجي عندي section 11 وادوس على slide 11 وادوس قبلها لو عايزة أعمل section ثاني من 11 مثلا 20 هدوس section وده سمت section 2 وادوس على rename مش عايزاهم هدوس على remove section ومش عايزة ولا section هدوس على remove all sections كده بالنسبة للsections أي حاجة أنا عملالها أقسام في slides وده مهمة لأن بيجي فيها سؤال مهم إزاي نضيف section أو إزاي نشيل section ده أو نغير اسمه ويديني اسم مثلا ويقول لي سمي section اللي عندك بالاسم ده فأنا هيديني اسم مكتوب في السؤال هاخد الاسم اللي مكتوب في السؤال أعمله copy وافتح rename section ودوس على الاسم اللي هو من ديه هنا ودوس على rename ده بالنسبة ليه السؤال بيجي إزاي عن add section أو remove section تمام يبقى احنا هنا اخدنا أول جزء في sections ده كله كده بيتكلم عن slides إزاي أضيف slides إزاي أعيد استخدام slides مرة أخرى من presentation تاني إزاي أعمل تخطيط للشريحة وإزاي أضيف section للشريحة اللي أنا بتكلم فيها كده في أي سؤال لغاية هنا اللي عنده سؤال يفتح المائل قبل معلش يا أيوة هو البرنامج اللي احنا شغلين عليه ده برنامج إيه باور 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 معلش يا ممكن تأدي الحتة دي تاني اللي هي إيه إزاي يعمل section أه عشان ما حضرتش من أوله أصلا لسه داخل طيب تمام احنا section بنعمل بنيجي عند قائمة home تبويب home هنا كويس وعندي أول جزء فيه اسمه slides فيه نقطة كده مكتوب عليها sections كويس أول ما ببص على section ده بدوس على أول اختيار عندي add section مجرد ما كود متحمل مجموعة يجمع مجموعة من شريح وراحه مجموعة من الشريح بعد وادوس عليها يدع الشريحة أو مجموعة الشريح يعais واحد مجموعة قبل الشريحة أولى ودي clause ight section وح naming اسم للسيكشن معين وبدو سرينيم كده خلاص هو اتجمع عندي واعمل لي سيكشن وبيبقى مكتوب في المكان اللي انا حطيت فيه السيكشن اهو بس هو ده عشان انا ما سمتهوش فمديني انتايتل دي سيكشن انتايتل يعني السيكشن من غير عنوان انا يا اسم حاب بقى احطه كده ما سميته هنا وخلاص كده بقى عندي سيكشن شيله بدوس على نفس الكلام واعمل ريموف سيكشن كده تشيل خلاص ما بقاش موجود تمام ده بالنسبة لاضافة سيكشن او قسم للشرايح او تقسمها تمام طيب ندخل على نقطة جديدة ندخل على نقطة جديدة هنا انا عندي الشريحة دي تخططها اللي هو كونتنت عنوان ومحتوى المحتوى ده المحتوى ده محتوى كتابة التكست مكتوب اهو عشان نعمل تنسيق للتكست الجزء ده طبعا موجودة عندي في الورد لكن احنا هناخد منه الاجزاء اللي بتيجي في الامتحان الاجزاء اللي بتيجي في الامتحان او الاجزاء المهمة عندي هنا الفونت الفونت طبعا الفونت ده احنا هنا تمام انا اي تعامل مع اي فونت او اي تكست اي كتابة انا لازم اعمل عليها سيليكشن يعني ايه سيليكشن يعني اظل لها كده مش هتتأثر باي حاجة طول ما انا مش عاملها سيليكشن يعني انا كده ابدأ اتحكم فيها اعملها اغير خط اغير نوع الخط بصوا نوع الخط انا عندي هنا لو فتحت السهم ده على اي انواع خطوط كتير كل حاجة انا بحط الماوس عليها لو ملاحظين بتغير شكل الخط اللي ورا بصوا شكل الخط بيتغير ازاي بصوا شكل الخط كل حاجة انا بحط عليها الخط بتغير شكل الخط بتاع يبقى انا هنا من هنا بغير شكل الخط نوعه واسمه موجود عندي كده انا بغير شكل الخط طيب ده الخط. كويس? انا معايا. الصوت بيقطع عميس. الصوت بيقطع. من ايه? طيب تمام? تمام كده? كده احنا بنغير حجم الخط من هنا من الرقم ده. حجم الخط. حجم الخط بغيره من المقياس او التدريج ده. نوع الخط ببغير بيه حجم الخط. طيب ال L small اللي جنب بعض دول. مجرد ان انا دست على ال L capital بيكبر للخط. مجرد ان انا عايز ارجعه زي ما كان بدوس على ال L small اهو بيصغر. بيكبر وبيصغر. ال L capital وال L small. كل ما بحرق دي. الارقط. يا اما هنا اهو وبيصغر الخط. طيب انا الخط ده عايزة اعمله bold. bold يعني تقيل. اهو شكله تغير. بصو كان ايه? لو شلتت الفرق. ده كده bold. italic. مائل. italic يعني مائل. عشان يباين. ال S دي يعني shadow. shadow يعني الخط يبقى فيه خيال كده. ظل. طبعا هنا. الخط. في ظل كده شوية. ده shadow. احس اهو. في ظل شوية. انا اتكبرته عشان تشوفوه عشان يبقى باين. ده shadow. كويس؟ يعني. هنا طبعا character spacing. character spacing انا شايفين دلوقتي شكل الخط تعمل ازاي؟ character spacing يعني المسافات اللي بين الحروف. ودي مهمة جدا. المسافات اللي بين الحروف. انا هنا بفتح. very tight. ضيئة. عايزة دوسها. اعملها بصو. انا لو خطت دخسر الاول. بدأت المسافات تتغير. مسافات اللي بين الحروف. نوس. نوس. واسع. very loose. بصو بدأت المسافات توسعة. كل دي المسافات اللي بين المسافات كده ضيئة جدا. نعمل. zehn. حنان. اللحظة لاندي فاسرنة. اغان. ستماعط ميس ما فيش صوت اجدان حد سمعني ايوة الميس فسعد ايوة ايوة الميس فصلت لي اهتمال بتحاول تعالج اللاج اللي حصل في الصوت عشان كان بيعلق اهو فعلا كان بيعلق اهتمال بتحويل اعنت اغلبوني ستبينت عجتيج أتوقع هيدل إذا هات حوش دروات السنس برو شواء يعني اشتركوا في القناة 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 موتش إيه اللي بتفرج علي بس يا والميس هتلغي عليك هلا راح أتفرج علي المسلسل مسلسل إنتوا وواحد موتش انتوا بتستعبطوا يا جدعين ما تستنوا يا ممكن خمس دقايق شوية كده يا أستاذ احنا بنهذر يا ريت شوية أدب يا ريت حبة أدب في الكلام معلش يا صانت بسحية فاية بسحية فاية خلاص خلاص يا صاحب يسكت خلاص خلاص طرمه الهزار هيجي زعل فبالاش حدي كلمة طيب هدي كلمة ميس طيب كلمة واتسة أو أي حاجة ألو أعيش رقمه أنا نوما يا رقمه كنت دخلت أتكلمت معي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 من má hafði til að skynd reyja. Já, það er í mann, má hafði til að skynd reyja. Ég spennaði místí. Hann en hana. Ég spennaði til að skynd reyja. Áfði, Det. اشتركوا في القناة 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 ستركوا في القناة اشتركوا في القناة من آخر åبدا سامعيني يا شباب ايه اه قلتلكم استنى شوية هو ايه بصورة اكت راحت من بدري او لا ايه انا اللي قلتلكم استنى علشان ان هي هتيجي هتيجي خاندرجم او موسيقى هم الجد هم 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 en ميسو حضرتك سامعينا? شكلها فصل التاني. لا 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 هي موجودة معنا. ايه اتلالي جايزة. ايه شباب? اقفنا للغاية فين? لحد الفونت. من بدرة ميس. لحد الفونت اخر حاجة كتلفونت الاتاليك والشادو. طب انت سامعانا ميسو ولا? نانا ميسو. جايزة سورة باينا? اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر علش الشباب مش عارفة مندفي ايه سمعني سمعني كده طيب تمام احنا قلنا كده الشادو زي ما قلنا هنا اخدنا الشادو الفرق بين الشادو اللي هي ان يبقى فيه زي ضل كده للكتابة والهايلايت الكتابة بيبقى لها ضل الحروف نفسها يعني الشادو دي بتبقى بقى بعمل بعمل شادو للكلام بيبقى له ضل الكتابة شوية بيبقى ليها ضل غير لما بيبقى هايلايت عليه هايلايت يعني بعمل عليه لون كده بغير لون الجل هايلايت تمام ده بالنسبة لهايلايت اللي من برا طيب احنا عايزين ده الهايلايت بتيجي منين بتيجي من هنا بتيجي من هنا طيب ايه بقى الفرق بين الهايلايت واللون ده الفونت كالر الفونت كالر يعني لون الكتابة نفسها انا بغير لون الخط نفسه لون الخط نفسه انا بغيره يعني انا هنا مثلا هشيل بس الهايلايت ده عشان انتم تشوفوه احنا هنا غيرنا لونه غيرت لون الخط الخط كده تغير بصوا كده لونه خط تغير ده لون الخط نفسه من هنا من اللون الايه اللي تحتها علامة وبيبقى لون الخط اللي انا غيرته هو لون العلامة الزرقة دي اللح لو انا غيرتها اخدنا لون تاني مثلا طبعا لازم كل حاجة انا بعمل بغيرها بحط عليها سليكشن علشان تسمع فيها وإلا اللي بعمله عشان ما حدش يقول لي اللي بعمله ده مش بيسمع عليه علشان انت مش عامل لها سليكشن كده انا غيرت اللون بقى احمر اهو غيرت اللون بقى احمر تمام نبقى كده احنا شفنا شفنا شكل الالوان بتاعت الكتاب طيب هنا بقى عايزين ندخل على جزء جديد اللي هو البراجراف البراجراف لغاية هنا في اي حاجة في الفونت مش واضحة يا شباب اللي عايز حاجة في الفونت يفتح المايك ويسأل انا عايز اعرف بس احنا بنجيب الصور دي منين ايه الصور دي يعني الكلمات دي الكلمات دي دي حاجة حضرتك بتعمليها ولا موجودة اصلا في الكتابة دي قادي الكتابة دي الكتابة دي دي ايوة 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 اتباها عشان شو حلوة عليها ماشي تماما نعم توقت واضح يا شباب بيض مشكلة في النت كنت بتسأل عن ايه بقى كنت بسأل اللي هو الكلمات ديت حضرتك اللي جايبها ولا هي بتبقى موجودة في البرنامج وإحنا بنشتغل عليها على طول كلمات دي? اه. انا بكتبها. اه انا بكتبها. اقول لك ازاي? اقول لك ازاي? احنا لو جيبنا شريحة اهي مثلا كده ودوست هنا. قولي كده كله. لأ احنا بنقاب نكتبه وبنشتغل. يعني انا هنا ممكن اكتب لك اللي انت انت اسمك ايه اكتب لك انا اسمك. اسمي انجلو. احنا بنقاب نكتبه صح. انا احنا بنقاب نكتبه عند حاجة. انجلو ايه. اانجلو نادر. انجلو نادر. اانجلو نادر. انا مش سمعت كويس. انجلو نادر. اهو انجلو نادر. طيب نغير بقى نشوف انجلو نادر دي. لو احنا حبينا نجيبها مثلا بص انا على اسمك ده. صح كده? انا كنت بصح كده? ايوة صح. طيب بص يا انجلو. والشابات كلهم خليكم معي. دلوقتي انا ما ينفعش اغير اي حاجة في كلمة انجلو نادر دي. الا لو كنت عاملة عليها سيليكشن كده. هدوس عليها بالماوس كده. عشان اغير فيها اي حاجة. اغير اللي هو ايه? يعني الونها. اغير اتجاهها. اجيبها يمين? اجيبها شمال. طبعا انا مدام كتب بالعربي يبقى ما ينفعش احط في الركن ده كده. كويس? مدام كتب بالعربي يبقى لازم تيجي هنا. كده عشان يبقى اسمه موجود. منين بقى بحول من عربي الانجلش? او بدوس على عشان غير الاتجاه ده. من العلامة دي. شايفينها مكتوب عليها left to right. والنحية التانية مكتوب عليها right to left. right to left دي بتاعت العربي. دي بتاعت اليمين. ولو انا عايزها الناحية التانية بصوا. اهي راحة الناحية دي انجلو. معايا. من هنا. ايه. دي كده انا غيرتها. كده انا غيرتها. طب انا عايزها في النص. هروح جاية في النص كده. عايزها الطرف ده. الطرف ده. ماشي? انا عايزها اجلو نادر اجيبها هنا في اليمين كده عشان انا كدبها بالعربي. حطها في النص. ماشي? عايزة بقى بصوا هي هنا في نص العنوان بالضبط. عشان انا اعمل لها اعمل لها ايه احركها. اجيب لها online. طب. طب كده انا لو رفعتها كده بصوا هي بقت فوق ازاي? طيب انا عايزة انا ازلها في النص. middle. اهي. bottom. نازلت. العنوان اهو. نازل عندي. انا كده بتحكم في الكلمة اللي انا كتباها من عندي منين? من ال online بتاع الخط. online بتاع الخط. وايس? يا اما top او middle او bottom. حولتها. جبتها يمين? جبتها شمال. عايزة. جبتها يمين? اهي. في النص. طب شمال. ماشي? دي جستفاي. جستفاي يعني اخلي الاطراف بتاعتها متسوية. دي مش هتبان قوي لان احنا كتبين كلمة واحدة. دي لو في جمل موضوع يعني انا كتب حاجة كبيرة. حتبان معي. طب نفرض مثلا هنا. انا عايزة ابدأ يمين عشان فيه بييجوا كتير قوي. يقولوني احنا مش عارفين نكتب يمين. بنكبدأها ازاي? كل ما نكتب يبدأ من الشمال. لا. بتدوس على العلامة دي. بتدوس على العلامة دي. بيجيب لك ال left to right to left. بتاعها بيبدأ من اليمين من هنا. لو عايزة اكتب انجليش هدوس كده. كده انا لو شلت الكتابة دي. شلت الكتابة دي. وحبيت اكتب هنا. هيبدأ من الناحية دي. بالشمال. طب انا لو عايزاها. تبدأ من اليمين. هروح دايسة هنا كده. هلاقيها خاص. انا لو كتبت هتبدأ تكتب من الاتجاه التاني. ماشي? بغاية هنا. مفهوم يا شباب? مفهوم? تماما. تماما. بصوا بقا. سؤال مهم جدا ودايما بيجي. عندي لقطتين مهمين جدا. الجزء بتاع البراجراف. فيه تلات اسئلة. والتلاتة اهم من بعض. التلاتة اسئلة اللي هما ايه? اول حاجة في الاسئلة. انا اول حاجة لازم اعمل. انا عندي كتابة كده بوكس كده كتابة. لازم اعمل عليه كده ادوس عليه. كده مش هيبان اي حاجة. كده لو انتم شايفين. فوق البراجراف كل الخنات اللي فيه مطفية. مش متأكتفة. ما ينفعش اتعامل بيها. لو دوست علىها مش هتشتغل. فيش وراء واحدة فيهم شغالة. كويس? لكن انا عشان تشتغل لازم اعمل سيليكشن على الجزء. يا اما انا عايز اتعامل مع ده. هدوس كده. اعمل المربع ده كده وبابدأ اتعامل به. طيب انا عايز اشتغل. طيب انا عايز اشتغل على الجزء اللي تحت ده. يبقى حيعمل كده. وحيدوس لي على كل الجزء اللي تحت ده. ماشي? عشان ابدأ اتعامل مع اللي تحت دول. فيه هنا على الجزء ده تلات اسئلة تلاتة مهمين. اول سؤال اللي هو انا عايز احول ده كده لتو كولوم. اعمله صفين. منين? اد العلامة دي. اد او ريموت كولوم. لو دست عليها هتديني وان كولوم اللي هو الموجود قدامي. تو كولوم. لو دست عليها بصة حولتها لي تو كولوم. صفين. تو كولوم يعني عمودين. ادي عمود ودي عمود. ماشي? طب انا لو عايزها سري كولوم. كده سري كولوم. ده سؤال مهم. هيقول لك. الشكل الموجود ده حول الشكل الموجود ده لتو كولوم. تو كولوم. انا كده عملته تو او سري. اهو. من هنا. تو كولوم او سري كولوم. عايز رجع وان كولوم حيرجع واحد اهو. زي ما كان. طيب ايه كمان? ادي اول سؤال اللي هو البولتس. بولتس دي. دي ما اكتوب عليها بولتس. بولتس يعني العلامات اللي احنا بنحطها. يعني انا عندي مثلا تلات فقرات. ادي فقرة وهدي التانية وهدي التالتة وهدي الرابعة. تلات فقرات دي انا عايز احطها. احط الفقرة الاولى مثلا عليها رقم او عليها صورة او عليها. اعمل لها بولتس. عنوانة كده. انا عندي بص كل الاشكال دي. هنا ممكن اخد ستار بولتس. هيبدأ كل جملة هنا كل فقرة بدأي بستار اهي شكل ستار اهي ماشي طب انا عايزة اغير اخد اي شكل من دول اخد ارقام الارقام اهي واحد اتنين تلات اربعة طب انا مش عايزة ارقام انا عايزة اي بي سي اهي اي بي سي دي اي بي سي دي ماشي كده انا غيرت اي بي سي دي طيب نفرض ان انا عايزة احط صورة وده سؤال مهمة قوي بييجي من ضمن الاسئلة انا عايزة احط صورة بدل الارقام وبدل البولتس دي هادوس على السهم الصغير وحاخد اخر اختيار بولتس اند نامبرينج بولتس اند نامبرينج دي هتفتح لي البوكس ده من عند بولتس وهلاقي بيكتشر هنا موجودة بيكتشر احنا هيددينا اختيارات يا اما عندي من الجهاز بيكتشر من عندي من الجهاز او ستوك اميج شركة شركة كده عندي مجموعة من الستوك او اونلاين بيكتشر انا باخدها من عن نت اما ايكون انا بختار حاجة من دول طب انا عايزة اختار صورة من عندي من الجهاز فروم فايل انا بفتح الجهاز عندي وباخد صورة مثلا انا هاخد الصورة دي كده الصورة دي ده اصر المنتزم بتاعنا بتاع اسكندرية وهدوس انسرت هتلاقوا البولتس دي البولتس دي اتحولت بقت صور اهي الابي سي بقت صورة بقت صورة قصر المنتزم اللي احنا حطناها دي الصورة اهي بقت صور في الجنب اهي لو شايفينها كلنا هتلاقوا بقت صورة هتلاقوا بقت صورة هتلاقوا بقت صورة هتلاقوا بقت صورة كويس ادي حاجة تاني حاجة الـ convert to column تالت سؤال بيجي من الفقرة بتاع البراجراف دي ان انا السهم اللي موجود عندي convert to smart art graphic convert to smart art graphic بدل ما انا عندي الشكل عامل كده الكتابة رصة واحدة بلوك واحد كده طب انا عايز احمله شكل تخطيتي المدرسين عارفين الكلام ده رسمة حلوة كده تبقى فاهمة عندي وفاهم بيها طب انا لو دوست convert هدوس من هنا convert to smart art السهم وافتح انا عايزها الشكل ده دي الكتابات اللي انا عايزها اللي انا مكتوبة عندي اهو انا عايز الشكل ده الشكل ده بيجي لي يطلب اسمه هو في الامتحان بيحدد لي الشكل اللي هو عايزه كويس وبيطلب اسمه بيطلب اسمه يعني اللي انا معلمه عني ده اسمه vertical picture ascent one vertical كويس يعني حاجة كده افقية صور افقية وعليها الكتابة اللي انا اخترتها طب انا عندي حاجة اسمها pyramids list حيجي يطلب ويقولي انا اعمليها اعملي الكتابة دي pyramids list شكل هرمي كده انا حطيت الشكل الهرمي ده ودست عليه اهو اول ما دست على الشكل الهرمي ده حولت الكتابة اللي كانت موجودة عندي في الصورة الى شكل هرمي وجوال كتابة وجميل جدا وطلع لي بقى حاجة جديدة خالص اسمها smart art design عشان ابدأ اشغل الون الـ smart art ده احط له لون تاني اغير له اللون بتاعه منين؟ من الكالورفول يا اما استنت وا استنت تو اهو اغيرت لونه بعد ما كان لبني عملته اخضر كويس يا اما اللي يقود بتاعه بعد ما كان معدول عملته مقلوب بصوا خد شكله تغير ازاي يبقى فيه smart art style واللي يقود التخطيط بتاعه كويس ده بيظهر لي امتى اول ما بدوش الـ selection على الرسمة بتاعتي انا لو بصوا دوست برا خلاص رجع لدك كل حاجة تاني كل حاجة كانت برا خرجت من كل الـ designs اللي كانت موجودة بتظهر امتى الـ smart art design اللي فوق دي مجرد ما دوس على ده كده مجرد ما بدوس على ده اهي smart art design طلعت دوست عليها دخلتني على حاجات تانية خالص فوق تمام طيب انا عايزة ارجع بقى كل الحاجات دي زي ما كانت تاني عايزة ارجع ده زي ما كان كتابة في الاول تاني فحدوس على الـ convert الحلوة دي كده الـ convert دي convert يعني حول رجع دي مرة اخرى اهي convert انا مش عايزة كل اللي انا عملته ده وعايزة ارجعه تكست كلام زي ما كان مش عاجبني اللي انا عملته ده عايزة ارجعه تاني وده برضو بيجي سؤال انه هو convert smart art to text وهنا convert ده كده اهو خلص رجع تكست تاني زي ما كان رجع تكست تاني زي ما كان وبدأت اتعامل معا عادي جدا اتعامل معا عادي جدا خلص يبقى هنا في البراجراف احنا عندنا تلات اسئلة مهمة يا اما بنغير الالاين بتاع الكتابة بنخليها فوق او تحت او يمين او شمال من اين او بنحط بولتس بنحط صور بنحط اي حاجة احنا عندنا ممكن ندخلها او بنحامل convert to smart art وده مهمة جدا وطبعا او بنعمل selection على الكتابة ونحولها نجيبها يجيبها في النص center شمال الاتجاه بتاعي خلاص كده في اي حاجة في البراجراف مش مفهومة يا شباب اللي احنا قلناها اي حاجة في البراجراف مش مفهومة تمام تماما تماما بالعرض الحمد لله نعم هيا اسقلت الامتحان سيجيبonse اعم اسقلت الامتحان اه لا اسقلت الامتحان انجليش اسقلت الامتحان انجليش اوي مش عربي انجليش طبعاшиб penis اسقلت الامتحان دي آآ عملي ولا مقالي لا هو انت بيجي لك امتحان بيتفتح معك وقت. اللي امتحان بيبقى مدته تقريبا خمسين دقيقة او ستين دقيقة. وبتجيلك اسئلة. احنا هنحل معاكو كل الاسئلة اللي بتيجي او شبهها. وهنحل على برنامج اسمه البرنامج اللي انتو مشتركين عليه. انتو مشتركين على سيرتي بورت. هتمتحنوا على سيرتي بورت. بس احنا هنحل معاكو اسئلة كتير جدا. بحيث ان انتو اول ما تشوفوا اسئلة من غير ما تفكر. هتمسح عينك على السؤال كده وتجري تجيب الاجابة في اقل من ثواني عشان المسابقة اصلا معمولة على السرعة مع الحل الصحيح في اقل وقت. انك تحل صح في اقل وقت. ماشي? هي زي المسابقة. اه. اه. هنحل معاكو كل الاسئلة اللي بتيجي. بس احنا بنخلص شرحي دلوقتي عشان تبقى فاهم الحاجات دي بتيجي منين? وبعدين نبتدي نحل اسئلة. بان احنا على مارس كل ده كلكم عايزين. على مارس كلكم ان شاء الله عايزين تكونوا امتحانتوا. تمام? هنبدأ هو ده. هو ده. هو ده. هو ده. هو ده. هو دراوينج. اه مش ده. اه مش طور وغير. سيرتي بورت. اما هو سبعة العالمية. اه. اه. مش طور وغير لأ. سيرتي بورت. ما قولي ولا 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 عملية. لا عملية. طبعا عملي. عملي. ماشي? احنا دلوقتي هناخد صفحة. سلايس كده فاضية. عشان غير نعمل عليها حاجة جديدة بقى. اللي هي دراوينج. التبويب بتاع دراوينج. دراوينج احنا عندنا كنز هنا كنز اسمه شيبس. شيبس ده. ده دي في شكل. دي في شكل يعني انا عندي هنا اي حاجة هضيفها انا مثلا في عندي سمايلي فيس. شايفين اللي سمايلي فيس الجميل ده? سمايلي فيس. هيقول لك حط سمايلي فيس. انا لو دست على سمايلي فيس هنا. بصوا الماوس اتحول لايه عندي. لو وقتين بالكم الماوس بقى علامة زائد صغيرة كده. شايفينها? انا مجرد ان انا دست. اهي علامة زائد هعمل كده بيها. بقت سمايلي فيس شكله جميل جدا. ده كده سمايلي فيس. منا جبتها منين تاني. من هوم. هوم. شيبس. ده كده انا عملت سمايلي فيس. ماشي? انا ممكن اعمل تاني هارد. ادي قلبة. هو دست على القلب. انا هعمل كده. هارد اهو. قلبة اهو. اول ما بدوس على القلبة او الهارد او الاسمايلي فيس او اي حاجة من دي. بيطلع لي الاشكال بتاع الشيب فورمات. تنصيق بقى الشكل ده. وتلوينه. وتغيير اي حاجة فيه. طيب هنا التغيير بتاعه. والالوان بتاعته. ببدأ اتحكم فيها من من هيدا. من الشيب ستايل. والورد ارت ستايل. وايس. الشيب ستايل والورد ارت ستايل. الورد ارت دي يا جماعة. خليكوا اقول لنا عارفينها ان هي دايما بتبقى مع الكتابة. مع الكتابة. دي اسمها وورد ارت. يعني اخلي الكتابة بشكل فني. لكن الشيب دي حتى بصو اسمها وورد ارت ستايل. وورد ارت ستايل انا ممكن اغير على الكلمة دي. يعني اتغير. بص شكلها بقى عامل ازاي. طيب انا عايز اغير اللون. اغير اللون بتاعها. اغير اللون. مفتح اللون واغير. انا عايزها احمر. اهي. بس الاول ازللها. ما ننساش. انا نفسي نسيت. عشان كده ما تحققتش فيها حاجة اهو. احمر. اهي تزللت. كويس. زللت ايه اللي فيها بقى. اغيرتها. بصوا بقى شكلها عامل ازاي? عشان نعرف الفرق بين اللي احنا بنعمله ايه? احنا طبعا اي حاجة بنوص على shape format. shape format. بصوا يا جماعة انا عندي ايه الاولانية وايه التانية وايه التالتة. ايه الفرق بين التلاتة دول? وايه الفرق بين الرسومات دي? الرسومات دي اشكال انا لو فتحتها كده هتديني كل واحدة منهم شكل. كل واحدة منهم شكل. كل واحدة منهم شكل لو انا بتحكم في الكتابة. الحروف دي للكتابة بس. لكن انا لسه مجدش جنب الشيبس اللي انا عاملها تحت. الكتابة بس. يعني ايه? يعني بصوا كل واحدة لها اسم. الاخضر اللي انا وقفة عليه اسمه gradient fill. gradient fill. green. a scent color for outline. ده كل ده اسمه. لما بيجي في السؤال بيطلب كل الاسم ده. يبقى انا بروح على دي. وافضل ماشي كده لغاية ما اختار دي. طب انا لو حابة اخد واحدة تانية اهو. انا هختار دي. دي. غايرتها ايه. وايه ده هو اسمي تاني. انا كده بختار وبغير. طب الكلام ده الشكل الخارجي. طب انا لو عايزة غير الالوان بقى. الالوان انا عندي ثلاث حاجات. في التكست افكت. الافكت اللي هو الشكل من برا. بيديني شادو او رفليكشن او جلو. جلو يعني حالي ده. حاجة بشكله جميل جدا. بصوا شكله عامل ازاي? انا هكبرها كده هنا عشان تشوفوها كويس. اهي. بصوا جلو عليها زي وهج. زي ضوء كده من برا. ده لو عليها جلو. ماشي? نغير تاني ونشوف الاشكال اللي عندي. طب هو ده كله هيتحفز فين? اي يا كوك? اه هو ده كله هيتحفز فين في الاخر. ده هيحفز عندي انا ما هو انا اللي بعمل فيه. انتي لو عايزة تجرابي بقى. افتحي وجرابي واعملي الحاجات دي كلها واحفزيه عندك ويبقى ده شغلك. تجرابي عليه عشان تعرفي تحلي وتعرفي تدوري. انتو نفسوك لو بدأتو تشتغلوا هتعملوا حاجات احلى من انا بعملها دي بكتير. انا عايزة كنتو تبدأوا وتشتغلوا وتجربوا. تمام? احنا كده بنغير فين في الورد ارت ستايل. طب انا لو حابة اغير في الشيب ده. الشيب ده يبقى انا اروح على الشيب ستايل. انا كده سبت ده فسبت الكتابة. طب انا عايزة اروح على الشيب ستايل. الشيب ستايل شيب فيل. الشيب فيل ده اللي هو الملء بتاع اللون بتاعه من جوة. انا عايزة اغير اللون ده. اللون ده اللبني ده انا عايزة اغيره. فهروح فتحة كده انا عايزة اصفر. اهو. ده لو شيب فيل املاه من جوة لون لاصفر. طبعا انا مش عايزة بلون اصلا. انا عايزة نوفيل. نوفيل. مش عايزة ملاب لون. انا مش عايزة الالوان دي. فحروح عند نوفيل. اهو كده. انا عندي كده خط من بره بس. خط من بره بس. اللون ده من بره بس. مش عايزة لون من جوه. كده انا عملت نوفيل. طب انا عايزة الشيب اوتلاين. شكله من بره ايه. شكله من بره. الصمك بتاع الخط بتاعه. انا عايزة الصمك بتاعه مثلا. 6PT اهو. تقلت الصمك بتاعه. جبته من اين من الشبق اوتلاين ده. جبته من الشبق اوتلاين ده. الحاجات دي. كويس. انا اخدت اللون من هنا. واخدت صمك الاطار بتاعه. الصمك بتاعه. الويتس. اهو خدته. ممكن ارفع شوي. اخده الاربعة ونصف. هيطلب مني اللون بتاعه. وحيطلب مني الصمك في الاسئلة. طب انا لو عايزة اعمل شب افكت. شب افكت. الافكت اللي من بره. لو عايزة اعمله بقى هنا. بيفل. ده كده. بصو شكله بيتغير على فكرة. شكله بيتغير. بس هو يمكن. مش هيبقى واضح عندكو شوية. ولو عايزة اعمله روتات. 3D بقى. بحوله. بصو ببقى شكله عامل ازاي. بيلف كده. دي اسمها الشب افكت. والشاب اوتلاين. اللي بيخلي الصمك بتاعه من بره مثلا لو هو لوق اطار. وهنا الشيب فيل. لو انا حبيت املى اللون بتاعه من جوة. رجعته تاني اهو بصو. ممكن كده باين شوية. ممكن كده باين. ده بالنسبة للشيب. الشيب فيل. والشيب ستايل. او الورد ارت اسفل والشيب ستايل والورد ارت ستايل. كده انا حرقت ده وغيرت اللون وغيرت الشكل بتاعه. ده ابسط حاجة كده فيه الشيب الس اللي انا بتكلم فيها. طيب. احنا لو حطينا الاتنين دول كده. عند بعض عشان ده سؤال مهم. ده سؤال مهم. انا ممكن اعمل سلكت على ده و سلكت على ده. الاتنين كده. طب انا لو حبيت اعمل سلكت على ده و سلكت على ده. منين؟ انا كده اعملت واحد وجيت اعمل على التاني الاولاني ساب. فكده. هروح ادوس كنترول خلي بالكم من النقطة زي. ادوس كنترول واعمل سلكت على الاتنين مع بعض. يبقى. مين يقولي عشان اعمل سلكت احدد الشكلين? احددهم ازاي? احدد الشكلين اعمل ايه? كنترول. كنترول انجلو? ايه. شاطر ممتاز. كنترول على الاولاني و على التاني هيتحدد الشكلين. انا عايزة الشكلين دول يبقوا اجيب واحد فيهم قدام واحد وراء. طب انا عايزة الفيس ده. الفيس ده. الفيس انا هعمل سلكت كده على الفيس لوحده. وادوسها لقرانج. و هعمله. انا عايزة قدام. هدوس كده. بصوا الوش بتاع الفيس بقى قدام اهو. بقى قدام. ولو انا عايزة الهارت ده. هعمل ده. لو عايزة الهارت هو اللي قدام. اهو الهارت بقى قدام. سند 2. فرونت. سند 2 بان. طب انا لو عايزة اعملهم اللاين. اسويهم ال 2. اللاين ليفت. عايزةهم ال 2. عايزة الهم. عشان انا عاملة سيليكتر على واحد بس. لكن انا لو عايزة عاملة على التاني كمان كنترول. واعمل لهم اللاين. اللي اتنين عايزةهم في السنتر. الاتنين فوق بعض في السنتر هم. طب انا مش عايزة هم الاتنين كلا. انا عايزة. الاتنين. عايزة هم عايزة الاتنين. طب فوق. اهو. اتحرك. طيب هنا انا عايزة افصلهم عن بعض. عايزة افصلهم عن بعض. والفهم كده اهو بص الاتنين بيجوا منين الروتات? بيجوا الروتات. الفهم كده او اعمل لهم الروتات منين? من هنا. هيقول لي برضو هنا الروتات. اهي. الروتات تسعين. او الروتات ستين. حسب اللي انا عايزة. الروتات الفهم. عايزة هم عايزة هم كل ده. ماشي? يعني بتحكم فيهم من هنا. جميل جدا. خلاص كده. احنا قدرنا نحرقهم. طب انا عايزة اعمل لهم جروب واحد بقى. دي مهمة قوي. دي مهمة جدا. جروب. يعني بدل ما انا عاملة على ده سيليكشن واحدة وده سيليكشن واحدة وبيعزبوني. انا عايزة اعمل لهم الاتنين سيليكشن واحد. خلاص يبقى الاتنين جروب. بتبان منين? اجيب لكم حاجة كده بتبان فيها اكتر برضو. انا عندي الصورتين دول مسلا. الصورتين دول. الصورتين دول انا لو عايزة اعملهم دي. انا عايزة اعملكم. ايه كنترول بيتعامل ازاي بس. كنترول ده زرار من الكيبورد. اللي هو مكتوب عليه. مكتوب عليه سي تي ار ال. ده كنترول. تمام? تمام. تمام. كده الاتنين دول كل واحدة فيهم الواحدة. انا عايزة اعمل الاتنين دول جروب. يعني مع بعض الاتنين يبقوا نضموا في واحد. او كده اجي على دي واعمل جروب. جروب انا لو عملت كده. الاتنين بقوا بصوا لو اخدتوا بالكم. الاتنين فوق خالص اهم. الاتنين بقوا قطعة واحدة. احرقهم الاتنين يمين. احرقهم شبال. احرقهم اوك. ده لحد راحة لاتنين يمين راحة لاتنين شمال طيب أنا لو عايزة فك dö كده أنا عام لهم. هنا لاتنين بق أ обсعرود أم يحر sintي مع بعض. أنا عايزة أرجع كل واحدة لوحدها عايزة أحرق كل واحدة لوحدها هعمل إزاي? عرجت كل واحدة فيهم لوحدها وأقدر أحرق دي لوحدها يمين شمال مش اللاتنين أكبر دي شوي ماشي يبقى كده عرفنا ازاي نعمل جروب وازاي نعمل نفق الجروب ازاي نعمل انسيرت شيب اي شيب احنا عايزين نعمله بندوس عليه هنا وبنحرك عليه الماوس بيتحرك معنا وفيه طبعا اشكال كتير جدا وكل الشكل انه اسم لما بنحط عليه الماوس بيظهر الاسم بتاعه وده اللي بيبقوا هم الطلبينه وده اللي بيبقوا طلبينه يعني انا مثلا عندي هنا اسم اي اسم مكتوب بيطلع الارو مثلا انا عندي ارو اعمل ارو كده انا حطيت ارو كده في الصورة بيديني الشيب اللي انا اختارته اي شيب انا بختاره وبقدر اطبق عليكم كل الفورمات بتاعته والتنسيقات بتاعته والالوان بتاعته وبتعامل معاه زي ما احنا قلنا قبل كده وتكلمنا في النقطة دي تمام يا شباب تمام لغاية هنا في حاجة مش بفهومة في حاجة مش بفهومة طيب جميل جدا عايزين اي حاجة احنا نوقف كده لغاية هنا عشان مطولش عليكم ميس 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 ما لدي سؤال فضل هو انا لما مسلا اجي ارسم مربع او دايرة او دايرة عايزة ازبوتهم ادوش شيفت صح اشيفت ايوه صح كده ايوه صح كده ماشي حاجة تانية حد عايزة اسأل عن حاجة ايه خبط اوان دا لو عايز اتحكم بس في عدد اللي اللي عامل لها سيليكشن ان لو عايز ابدر من خمس اوان سيكشن. سيكشن أصدق. اه. انت بتختار اللي انت عايزه. ما فيش اي مشكلة في العدد. تمام. انت بتختار الكمية اللي انت عايزها. ما فيش اي مشكلة في العدد. تفضل. صوتك بعيد. ينفع ايه? ممكن هكتبعات التسجيل يا ميسو. بعد الحصة. عايز تسجيل الحصة? اه. عايز التسجيل بتاع الحصة حاضر. خينزل لكم على الجروب. حاضر. باي. ماشي. شكرا. حد عايز اي سؤال في اي وقت يبعطي على الجروب. جروب. انا نرد عليه. طب انت اديني رقمك اسمك ايه قلتلي? يوسف اشرف الله. يوسف اشرف انا عندك تليجرام يا يوسف? اه. طيب يديني رقم بتاعك وانا حضيفك على التليجرام. على الجروب بتاع التليجرام. طبق بعطوليك على ايه? بعطوليك على ايه? ما هو? عندك تشات? عندك تشات هنا في تيمز ده? سويني طيب. استاذة ممكن تحط اللينك جروب التليجرام في الشات بتاع تليجرام يعني. تحط اللينك بتاع جروب تليجرام في الشات عشان ممكن لو حد في الجروب يدخل حد مش في الجروب يعني يبعطوا اللوحة تصاحبه ويدخل عشان يدخل. عوبر بس ايه المشكلة ان انا ما عنديش تشات للأسف. مش عارفة ليه? انا مش ظهر عندي اي تشات. لا انا انا قصد الشات اللي هو جروب بتريجرام ذات نفسه. مش شات بتاع تيمز. طب انا اقول لك دروعاتي طيب واحنا في. طب هو الجروب. يا يوسف. قول رقمك يا يوسف. زيرو عشرة. زيرو عشرة. عشرة. اتنين اربعة. اتنين اربعة. اتنين تلاتة. اتنين تلاتة. سبعة سبعة. سبعة سبعة. زيرو عشرة. انا استخدمك تضيف لكم ده تماني. اتنين اربعة ستة تمانية عشرة واحد زيرو واحد زيرو اتنين اربعة اتنين تلاتة سبعة سبعة. لأ هو زيرو عشرة عشرة اتنين اربعة اتنين تلاتة سبعة سبعة. زيرو عشرة عشرة اتنين اربعة اتنين تلاتة سبعة سبعة. طيب تمام خلاص. طب انا برنلك كده يا جوسف. اه سواينا اخي. مستزم الكتيف الرقم تاني معاكي. طيب قول تفضل. زير وعشرة. زير وعشرة. ستة. ايوة. سبعة سبعين. ايوة. تسعة واحد. ايوة. تلاتة ستة اربعة. تمام. حاضر. حديفة الرقم من دور على جروب التليجرام. وكل حاجة ان شاء الله هتتبعث لكم. عليه. محمد عبدالله. اه. تمام. ميس هو جروب التليجرام دوت اللي هو اسمه باوربوينت. اسم باوربوينت تسعتاشر. تمام. خلاص تمام. عايزين حاجة اني? لو حد عايز اي حاجة يبعتها على جروب. شكرا يا ميس. ميس هو حضر لك على تبعاتي التسجيل على جروب الواتس. ايوة. لأ على جروب التليجرام. على جروب التليجرام. ايوة. ماشي. يلا. صباح على خير. السلام عليكم. وانتي من عهد. مع السلام. السلام. معلش اجد انا قبل ما تطلعها بس هو المين اللي كان بيسجل الميس ولا حد تانيه. استنوا. الميس. تمام الصحب يا شكرا. على افضل. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة